اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنة 2023 بما فيها اصحاب الطعون الذين تم قبول ملفاتهم وصرح المسؤول الاول عن وكالة ان سنة 2023 ستكون بالنسبة كبيرة اخر سنة للتوزيع سكنات عدل والطيء هذا الملف الا في حالة وجود عراقيل في نوعية الارض التي يمكن ان تؤخر العملية من جهة اخرى كشفازي توني عن وجود 15 الف مكتب لم يستلموا مفاتيحهم منذ شهر نوفمبر الماضي مشيرا الا ان الوكالة منحت مهلة 15 يوما للمكتبين المتأخرين والتي انتهت الثلاثاء 24 جون في وفي السياق ذاته اوضح ضيف المورنينج بان الوكالة ستقوم بتبليغ المكتبين المتأخرين عبر البريد الالكتروني في مهلة 8 ايام وصلنا الى نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر الجرس والضغط على لايك شاركوا الفيديو لتعمل فائدة ليصلكم كل خبر جديد في قناتنا المختصة بكل ما هو جديد وعاجل في الجزائر ترجمة نانسي قنقر